110 خدمات مالية رقمية دخلت إلى السوق المحلية مؤخرا من خلال السياسة الرقابية المرنة التي يتبعها بنك الكويت المركزي والبيئة الداعمة لهكذا خدمات ما أدى إلى زيادة معاملات تطبيقات الهاتف بنسبة 645% وانخفاض المعاملات داخل أفرع البنوك المحلية بنسبة 37% خارطة طريق واضحة وضعها البنك المركزي في عمليات التحول الرقمي وسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار والاستفادة من أحدث التقنيات وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي حيث بلغ عدد المدفوعات الإلكترونية التي عالجتها شبكة الخدمات المصرفية كينت في 2021 ما مجموعه 558 مليون عملية ومع التقدم التقني السريع وأثاره على الانتاجية والابتكار أسهم تطبيق التقنيات الحديثة في تأسيس ما يعرف بالاقتصاد الرقمي واكتسبت عمليات التحول الرقمي أهمية قصوى كعامل حيوي في جهود التنمية المستدامة لذا بات تنظيم هذا الاقتصاد إحدى أولويات الجهات الرقابية وواضعي السياسات وصاغ المركزي باعتباره الجهة الرقابية في البلاد استراتيجيته الرقمية لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من التقنيات الحديثة مع الاحتراز من مخاطرها بالتوافق مع رؤية الكويت التنموية 2035 إذ بادر إلى اتخاذ خطوات عدة على مسار التحول الرقمي ليرافق ذلك إطلاق بوابة الدفع الإلكتروني التي مهدت الطريق لازدهار التجارة الإلكترونية محليا وبنى المركزي جهده في التحول الرقمي على ثلاث ركائز هي بيئة حيوية داعمة ودور رقابي مرن ورشيغ ورأس مال بشري عالية التاهيل والكفاءة لتبدأ رحلة التحول الرقمي بتطوير وإطلاق أنظم حيوية توفر بنا تحتية عالية الكفاءة وأبرزها نظام كاسب والمقاصة الإلكترونية للشكات والخدمات المصرفية الإلكترونية وذلك لتنفيذ مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية وتقليل الدورة التشغيلية لمعالجة المعاملات بأو متكاملة من التشريعات والمتطلبات الرقابية لدعم نمو القطاع المصرفي والمالي عمل المركزي على توفيرها فضلا عن وضع إطار تنظيمي للعمل المصرفي الرقمي إلى جانب رفع مستوى الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تطفيق اعرف عميلك المركزي أطلق البيئة الرقابية التجريبية سعيا إلى تشجيع الابتكار في الخدمات المالية دون تعريض النظام المالي للمخاطر أما بالنسبة إلى صياغة المستقبل فقد وجه المركزي وحدات القطاع المصرفي من أجل أوضع استراتيجيات لصياغة مستقبل الصناعة المالية والمصرفية ترجمة نانسي قنقر